منصة يعني منصة مبهرة مبهرة ماش حقدر أقول أسامي لأنه يعني هندخل في الموضوع على طرف Do we need to protect Ourselves from our patients ممكن نبص كده على الراشونال behind this talk يا ليه عملت المحاضرة ديت أول حاجة قلت أبص كده على كم سنة وربعة وأختار سنة random عشوائيا وشوف إيه اللي حصل فيه أدي يناير أطباء اسكندرية تحرر محضر اعتداء أهالي على طبيب بسموحة فبراير كذا مارس كذا مارس دول اتنين تمام وهلما جرأ وده random selection يعني أنا ما كنت شعرف 2017 فيها إيه رئيس قسم الجراحة شخصية كتير كتير علينا مابلوك يا محمد ألف مابلوك يا حديد فدي عينا خدت الأستاذ دكتور إبراهيم لطفي وهي أستاذ جراحة المفهول الأعصاب الشهير وله يعني هو الرجل ساخر فبيقول لو كان ضروري يعني ضرب الأطباء في الطوارئ في المستشفيات وده بيرايح الشعب نفسياً فنعمل زي لأن انت مش هتقدر تضرب زابط ولا وكيل نيابة ولا محامي ومش هتقدر على السايس وبالتالي هم الأطباء اللي بينضربوا فما فيش مانع نعمل إيه نعمل دومية كده العيان قبل ما يدخل يضربها ويرتاح نفسياً ونفك الكلام ده ندخل على الفاكت بقى طبعاً كلنا ملاحظين ما بيننا كهيلتكيب بروفايدرز وما بين البيرنس أو البيرنس وأنا مش متوقع في الظروف الحالية أن يبقى العلاقات ودودة لأن الناس كلها تعبان وإحنا في إيرا فيها تيفي شوز وسوشيال ميديا وللأسف الناس دي ديفينتلي بايزد وفي أحسن الأحوال ما يعرفوش حاجة عن المنظومة الطبية في نفس الوقت البودجت اللي بيتحط للهيلتكير في مصر كلنا عارفين أنه بودجت شديد التواضع وانساتسفاكتري الووركي انفايرمنت اللي احنا فيها becoming less safe than before يعني ما افتكرش أيام أسازتنا الدكتورة نادية أو أيامي حتى كان في هذا السلوك المشلطيف خالص في مشكلة في الكميونيكيشن مع الأهل قد نكون جزء بسيط إحنا مسؤولين منها بس how to communicate مع رجل مبرشم أو رجل مختلع عقليا وnever a bad outcome occurs أول ما حاجة بتحصل بيطلع سؤال هل هو ignorance ولا malpractice ولا incompetence ولا negligence ولا just a complication of disease فدي كانت فكرة المحاضرة ليه طب إيه اللي بي predispose للhostile environment أول حاجة لازم واحد يلبس هنشيله outcome الوحش الوحش ده غالبا هيبقى يا دكتور يا نيرسي لا يعني ما حدش الأهل دايما minded إنه لازم الوضع يطلع سليم ولازم يا طب في الجراحة عنده الدكتور محمد بي اللي بيلبسها بتاع التخدير تمام العملية زال فول بس التخدير إيه ادى له جرعة زيادة كلمتية عندنا في البطنة انت اللي بتلبس أوكي لازم الأهل يحاولوا يلبسوها لحد obstetrician يطلع neonatologist أي حاجة they do not perceive in medical care is costly واحد هيدفع والطبيع اللي هيدفع ده هيكون الأهل بدا ما فيش تأمين صحي من غطيك يبقى اللي هيدفع هيكون الأهل أكيد مش اللي هيدفع الدكتور الأهل مش واخدين بالهم إن diseases ليها complications هم فاهمين إن الموضوع مسألة وقت بس just a matter of time والوضع هيخرج لا ده فيه complications ممكن يموت وهم الأهل فاهمين برضو إن انت محتفظ بابنهم وضرت عينهم ده عشان تزود أرباحك وفلوسك كل ما يقعد معك في المحضن وأنا اتعاملت مع مئات نيونتولوجيست ملقتش واحد يقدر يخرجوا يوم السبت بيقعدوا اليوم الحد كلهم لو يعرف يخرجوا يوم الجمعة لأنه همهم بالليل وبالنهار الـ parents they don't know أو at least they do not accept إن الـ interventions كلها لها ريسك من تركيب كانيولا لكالسام في كانيولا لتركيب central light كل حاجة لها ريسك النصايح بقى من خلطه وعمته وجزومه الـ relatives والـ neighbors ودكتور جوجل والـ money groups تمام؟ مشكلة تانية من الدكتور لما بيفهمه كأن الوقت يا مسألة وقته هتخرج لا ما توعدش العيات انت مش عاكم فيها يحصل ايه؟ هتقول لي هسودها لك هتسودها هتخليها رمادي بس ما تخليهاش بيضة تمام؟ هم مدلوش هم حطوها على طول على الـ ventilator ما جربوش مع السي ببقى هي الرئة لو بقى يوعى تلعب الدور ده ما تبقاش هم؟ لان انت هتلاعب فيك بوكرة لو لعبت النهاردة دور انك تنتقد او كده طيب احنا في مصر العالم كله العقل والقلب ماشيين في توازي في مصر اللي احنا بنعتقد انها موجودة ان احنا شعوب emotional اكتر من غيرنا وده مش حقيقي احنا شعوب مخينا صغير مش قلبنا كبير الام اليابانية هي هي خايفة على ابنها زي الام المصرية وبالتالي انا ازعم ان احنا مش more emotional we are less rational less rational ما عندناش الفكر العقلين ندخل بقى على parents اللي يكون فعونهم المجتمع parents under extreme pressure هما لوحدهم ليه عايشين معان يعني انت النهاردة صحية الصبحة على ايه؟ البنزين غالي طب اللي جاي لك ده بقى ده بيفكر في كل الحاجات اللي قدامك في بيتهم والبلز والكارير والهيلث والهوم والسييفينج والسيكيوريتي والجواز لو متجوز بيلعن ابو اليوم اللي تجوز فيه ولو مش متجوز بيلعن انه ملحقش يجوز لانه مش هيعرف يجوز لانه فاذا هو داخل من الاول تعبان وطلع روحه طب ندخل بقى في الديزيز الود سخن الود مزاجه زيف الود بيكحه والكحة ما بتخلصه وعديت على ثلاث دكاترة اه انا هقاعد مرزوع لو عيادة اه زحمة زي عيادة الدكتورة مثلا اه اه ايمان اسكندر هيقعد تلات اربعة ساعات مش غلبة زي انا وانت يا ايمان عيادة هيدخل على طول تمام اه ياخد معاد مع الدكتورة معتزة بعد اربعة تيها طب ازاي اوكي المينادي اللي تحت يا ترى خد العربية ومشي بيها ولا لأ اوكي ده غير بقى الفاينانشا للدكتور اتعبه قد ايه الادوية اللي غليت كل الحاجات دي فهو داخل مليام من الاول طب الكميونيتي نحن في اقبح حالتنا ككميونيتي اهو قالت له مش هتجوزك قتلها مفيش كده مفيش كده هذا الحيوان ادي حيوان والنبي البت دي تقبل تتجوز اسلام ده ازاي يعني ده قتل سالمة طب ده حتى ده غير صالح للجواز شكله كده غير صالح يعني ماينفع مش محتاج حتى يتقدم يتحرش فالبنات بيلعنوا ابو اليوم اللي بينزلهم الشارع فيه امراض نفسية غباء تخلف كلنا عارفين فيه مخدرات فيه الله يرحمه وامثاله اللي هم اعلام غير متخصص النهاردة بيتكلم على الكفتة والبطيخ وبكرة بيتكلم على الطب ويقول له طب انت قتلته ازاي يا دكتور يقول له ما قتلتوش والله ده هو داخل ده بس حضرتك قتلته ازاي يا اعلام في منتهى الغباء ده اجزامبل لدكتور اللي كان بيعالج آآ آآ واقل براشي الله يبحانه وتحط فيه كل نقيصة ووصلت بامراته انها بتقول ده كان بيجي يقعد عندنا وبينزله آآ ربع فرخة شوفوا الحقارة بتاعة الناس طب هالحد بقى لما طلع التقرير من النقابة وتقال انه بريء وهو طلب قال لهم قلولي آآ نتيجة التحقيق فبعتوله قالوله you are totally آآ competent وكل حاجة كانت زي الفولك ما فيه سفالة اكتر آآ من كده طبعا آآ احنا مش طلبات ما كتير بس يتكلموا في اللي فهموا فيه يعني يوسف الحسيني يتكلم عن الدولار مثلا لانه بيفهم في الدولار تمام لكن ما يتكلمش في حاجة ما فهش ما اعتقدش ان ادي طلبات صعبة ان انت تطلب من اي حد آآ يتكلمونها الشازلي جابت آآ الفنانة العظيمة بعد ما خرجت وجوزها وشوفوا بقى منصات التواصل الاجتماعي دي happy mommy group أم كتبة كنت في السلام الدولي أول مبارح وشوفتها على الترولي وهي على سركها واحدة قطعت شوف بقى الكلام الفارغ ده ما ينزل ويوسف بقى هم يده كترة ما eder بقى الوحشين طيب أنا الحقيقة شوفت كل حتة في ياسمين من أول ما كانيولاريك كل ده في الايه فيラاب الكانيولاريك بتوايت الدم دول اللي عليك اليمين المجرمين نزيف على الشاشة الشاشة اللي هي الشاشة مش الاسكرين تمام وشفنا الكنيولة وشفنا كل حاجة في أختنا يا سمي وابتدى يتكلموا على الايه السنة بس هي دي المعجزة المعجزة الراجل ده كان بيعمل سنانه سنانه الله يرحمه محمود عبا ايه طوائعي انا لسه واقع يارين خد بالك انا واقع في نفس السلمة دي محمود عبا عزيز يارين كان بيعمل سنانه في فرنسا تخيله بصه اللي مكتوب انه اجرى سحر عملية جراحية في ديرسو بدولة فرنسا وبسبب خطأ طبي لم يستكمل جراحته مما تسبب في تكوين فيروسات بالفك العلوي ومؤخرة الرأس وكونت اوراما ليكتشف بعد هذا انتشار السرطان في جسمه في خمس اماكن طبعا اللي كاتب ده مينمم قمار ده مينمم هو السؤال بس دركته في الحمورية ايه؟ لانه حتى يااخ اسأل طالب سنة تالتة اسأله درسه والمالجنانت حاجة يعني تجنن وكلنا طبعا لازم نفتكر مخك اللي ايه؟ البلالانت ترعت المفهومية فهلسوف الحميج نفس القصة ودي بقى قصة ياسمين حقيقة خبيها ليه؟ لانه الواحد دايق من كتر الهجوم على الدكتور بتاعها فكتب تاريخها الطبي on social media ما تغلطش الغلطات غلطتين ما يصلحوش حاجة يعني هو فيه غلطة في الاول بقت غلطتين ما تأيه؟ ما تدخلش فيه القصات يبتدينا بقى نتكلم طب عقوبة افشاء اللي سيحني الرجل تشتى متبهدل طيب ده المجتمع شايفكم كده بتلعبوا بالفلوس لعب تمام؟ المجتمع ومجتمع مختل المعايير طبيب الغلابة ده قدس فيه اعتبر مثل وقدوة تحتزى لكن لو جيت تقول له طب ودي ابنك تتعالج عندي يقول لك مستحيل لان ممارسة المهنة في هذا المكان جريمة يعاقب عليها القانون يعني انت بينفعش عياتك تبقى كده بس احنا العاطفية بقى واللي هي ايه قلة العقل مش كتر القلب دي قلة العقل لا الرجل ده جميل انه كان بياخد عشرة جنيه على عيني بس مش كده ده مش قدوة ولو واحد من الدكاترة الجداد طلع وده المسألة الاعلى بتاعه تبقى نصيبة سودة المسألة الاعلى لازم يبقى واحد زي مجدي عقوب واحد زي ولستة طويلة دكتور فاتح اسكندر الله يرحمه سازة دكتورة نادية بدراء دول الامثال اللي نحتازي بيه مش حد يعني المستشفى السلام لما قفلوها ده الدراع جاي في جردل اللي امبيوتيتد والراجل ده قعد 18 ساعة يشتغل 18 ساعة دي بسمها له الدكتور فاضل شالتون 18 ساعة بيشتغل ورجع الدراع وتقفلت المستشفى طيب الخلاصة صفار احنا في بيئة عدوانية الفاميل is under extreme stress financial وغيره الميديا مليانة بناس غير متخصصة مش شغلتها فبتكتب وتكلم اي كلام في جهل الماديكال سيستم بيشتغل ازاي وفيه فقر شديد في ال spending على الميديكال سيروس هيجي حد يقول لي احنا زي برة وبره بيحصل كده ايه وعد قارن هنا ببره يقول لك مادة كترة بتندرب هناك لا 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 حاجة تانية خالص تمام هم في حتة وإحنا في حتة ومعاش اللي يقول على دول بهايم بالزمة دول بهايم دول اللي ماشيين كده في قط واحد قم بالدول ايه يعني هابا مفيش حد يقول لي اصل برة واصل جوه لا مش حايم يبقى اجابة السؤال هل مطلوب اننا نحمي نفسنا الاجابة مش yes very yes للأسباب اللي قلتها كلها طب تعالوا ندخل بقى في حتة اي حاجة بتحصل ممكن يحصل بصلي بقى الجملة اللي تحت دي the most competent doctors cannot prevent complications complications بتحصل it's an undesirable occurrence بيحصل during a procedure بس السبب بتاعه في ال disease خد بالك the most competent cannot prevent complications وأدي examples the complications كان اول مرة اعرف ان لو حد بيعمل cholecystectomy وخرم الانتستين this is a complication and not a malpractice تخيلوا لو حد بيشتغل على الثيرويد وقطع بيكاران تارينجا this is a complication abdominal and pelvic collections after abdominal this is complicated على فكه complication لا تحسب عليها deep venous thrombosis pulmonary embolism حتى post-operative hemorrhage تخيلوا ده مكتوب في كتب الطب والقانون ان دي complications طب اما side effects اللي هي ايه اللي هي undesirable effects بتحصل غصبا عنك beyond the intended outcome يعني واحد بياخد chemotherapy طيب بياخده ليه عشان autoimmune أو malignancy طب شعره وقع this is a side effect طب antibiotic وجالك diarrhea طيب كوديين وجالك constipation وهكذا اذا side effects ما فيش دكتور بيتحاسب على side effects تمام طب ندخل بقى ثالت حاجة اللي هي cyculi دي ودي حاولت اشوف الpronunciation بتاعها عليها 42 pronunciation فانا مش عارف بتتنتر ازاي لكن لو واحد جالوا meningitis وحصلوا amputation of the limb this is a cyculi أو جالوا epilepsy بعدها this is a cyculi التلاتة دول يا أخوان اسموهم medical accidents لا يعنوا خدوصهم ان انت فيه اهمال negligence ايه والmal practice ايه الحقيقة تعريفات غبية اوي دخلت فيها in details negligence general turn بيكلم you didn't achieve the standard of care بطريقة كويسة بس ده بيقولك reasonable person امال لو انت professional بيسميها mal practice يعني نفس negligence يبقى اسمه mal practice لو اللي عملها واحد professional الفرقات بينهم الحقيقة محدودة جدا مش عايز ادخل في تفاصيل لكن الخلاصة انه negligence لو حصل منه ازيا للعيان يقدر يعمل mal practice lame ويشتكي وادي example لل negligence or mal practice واحد يجي له abdominal pain يروح للدكتور يقول له ما تقلقش ده irritable bowel syndrome الست بعد شهرين ثلاثة تكتشف ان عندها cancer ovary الراجل ضضاع تمام واحد جاي بdistress ويقول له ده انت ازمتك او COPD ويطلع عنده مشكلة في الهارت بعد كده ما عملتش testing مطلوب الانستيزيا mistakes improper prescription of medication تكتب جرعة غلط او duration غلط او يعني او without precautions المطلوبة كل ده بيؤدي الى ما انه سميه defensive medicine يعني ايه defensive medicine احمي نفسك وده اللي ماشي في امريكا يطلب ثلاثة investigations اتنين منهم بيحمي بيهم نفس واحدة بيشخص بيها العيان اتخيل اقول اللي بطنها بتوجعها دي لو ما طلب تلهص ونر واكتشفوا بعد كده انها cancer ovary هتبقى ليلة الدكتور سودا لازم يكون فيه عشان نقول female practice claim لازم يكون من اساسه فيه علاقة تعقضية يعني ماينفعش دكتور بيكشف عندي وبعدين يتنايل يوم يرفع ضيه على معتزة معتزة ملاش دعوة تمام يعني فلازم يكون فيه علاقة ولازم يكون فيه تخازل في هذه العلاقة ولازم تكون complications أو الحاجات اللي أنا تخزلت فيها foreseeable يمكن توقعها عشان كده زي ما قلتلك انك تخرم الانتستين وانت بتعمل coulis estectomy it's complication إنما you don't follow the patient to anticipate the perforation هو ده اللي بيعتبروه negligence and malpractice ولازم ينتج عنها ضرر والضرر ده العيام بيبقى compensated فيه طيب هل الكنسنت بيحميك البتاعد وقف اه الاعلام قفل اه يشتغل ده اشتغل شوي ماشي ممكن ينفعك الكنسنت وممكن ما ينفعكش في البلاد بتاعتنا في احيانا النيابة بتعتبرها عقود ازعان ويقول لك انت مضيته وهو ما كانتش يقدر يرفض وكان مش عافية فكلام بان انا عربت خلص جدا الحية بس عايز اقول لكم شوية فاكس يمكن تكرهوها العيان بيجي لك لانه بيعتقد ان انت الافضل لانك المست كليفر او المست اكسيسابل اللي بترضى عليه ومديله التليفون والعنوان البيت وممكن يتطاع لك كمان على السرير معاك اه اه او العيادة بتاعتك قريبة من بيته او انتعابك قليلة ده العيال شي للبتاع دي هو بيحبك طول ما انت حتقدر تفلفل ديت يعني ولو لأ قابته هنحسب منك حيسيبك في خمس دقايق ايه وعتصدق ان في حب واصله بحبه يا ماما ما فيش كده. تمام? وانت اللي هتلبس. he will blame you. اصلا ما ردش علي في التليفون. وانك تتعب او تعي او تموت دي مش مشكلته. nobody cares about you. لكن احنا كمان جزء من المشكلة. انت بتزود القرف بتاع العيان لما تديه الواتس ابل حتى بنيها كويسة او تدي له التليفون. واشوفوا المنظر ده. في حاجة ما طلعتش على فين. في حاجة ما طلعتش. انا كنت حاطت الرسالة ما بين اه الدكتور بيقول له لازم العيان يتشاف. اختفت هنا مش عارف راحت فين. بس بيقول له العيان يتشاف. بيقول له احنا بنعليكش تحليل احنا لازم نشوف العيان. يا مفتر يا ظالم. والمهن ده. والشرف اللي مضيته شانشله. تمام? يعني العيان ما تخلقش حمار. هو الجهل. يعني هو ضحية الجهل وانت ما بتدي له الحاجات دي بتساعده. طيب. اوقات كتير الدكتور بيبقى مفروض على العيان. السيناريو التقليدي الحب اطع. اهو. حبه بعض. في لحظة تجلي اتقدم لها. تكلفه عيل. الودة ولد مهبب. خد بالك في اللاخدر ده بقى كله. هم سعداء. ومختارين دكتور النسب نفسه. هم اللي مختارينه. مش مفروض عليهم. بعد شوية بقى الدنيا نعكد دخل ال NICU. ال Neonatologist ده مفروض عليهم. نبطشية يوم السبت الانكول. كان عبدالرحمن. يوم الحد كان البليدي. يوم العزماء دول كلهم. كلهم. هو مختارهمش. لا انه عند سلمة الحوشة او لا انه عند معتزة او لا انه احمد بدر وهكذا هو لبسه مش عارف قيمة الناس ديه. لانه مختارهاش. تمام? بيجي بقى للغلبان الصغير بنقوله هو اللي ايه? اللي هيبلغ الاخبار. الود متنايل وإلا ما كاتش جيه عندنا. وفيه وما فيش جارانتي ممكن يموت. ومش عارف هيخرج امتى? وعايزينك تحت في الكشير. والكونديشن بتتغير من جود تو باد. ويطلع واحد حمر يقول اصلهم مشاكل ال Neonatology في الجملة دي. مشاكل طلوس كويس. يعني كل المنهج بتاعكم بيرسي بالاخر على الجملة دي. الوقت جايب اي حاجة مشاكل طلوس كويس. ويبتدي يبتدي الغتاتة. فيه سيناريو تاني بعيد عن ال Neonatology. هذا الشاب الاحمد. تمام? ده لما هيكسر ويقع ويموت ويجي في الاستيبال هيكسروه. بصني بقى الجورنان كاتب ايه? اه شاهد عشر شباب يركبون متسكل واحد. هزا قمة الغباء. تمام? سعد بقى. سعد بيشتوق المتسكل هو واقف على رجل واحد. ولما ييجي سعد. ودي عيلة سعد على فكرة. ده عيلة سعد. لما ييجي سعد يموت. في الاستيبال. يقول لك المشكلة ايه? المشكلة فيكو. انتو ده كاتما. ونتو سعد يا ولاد. هو سعد اللي ابني ستين كلم. مش احنا اللي ولاد كلم. اشكرك. وده المنظر. وده اللي بيحصل. للأسف مش كلنا فينا سوبرمان. يعني اه بيبقى فيه ناس الله يرحمه بقى الدكتور احمد قد. كانت نبطشيته تحس انك محمي. وراك اسد. لانه كمالك ايه? كمال اجسام ومصابعة وكده. لما فيه ناس عدمانة زي حالات. هتقع من اول قلم. تمام? فما فيش كده. حقيقة انا خلصت اه ده كونكلوجين. we all under extreme pressure. سواء كوميونيتي او فاميلي او هلف كير professionals. دكتور زابسين از هابي ريتش كريتشور. هما شافينكو كده. ما يعرفوش ان نصنا يحتاج الزكة. يجزل الزكة. تمام? ولا يهمهم الصور دي كلها. ما يهمهمش الكلام ده. احنا ما بندفعش على ال negligence ولا ال ignorance ولا ال incompetence ولا ال malpractice. بس diseases وال interventions ليها complications. you have to accept take it or leave it. والام في العادة السيناريو التقليد يقول لي اسوأ سيناريو يا دكتور اقولها ان ابنك يموت. ما هو اسوأ سيناريو by default. تمام? problems هتفضل وهتحصل. ليها علاقة بين الاهل مش متقبلين ال concept that complications do happen. ولو الدكتورة بتمنع الموت ما كانوش ماتو. كل الحاجات اللي على الشاشة ديت الدكتورة هجعوا بيها. واحد هو اعمل دور الخامس. وانا كنت رزقته. ده جايلك وما لقاه واحدة آآ عربية طصتها آآ واتخنقه بالبتاع اداله بكازلك ولا اداله بسيف. قطع له الجوجلر والوادماء. دي كلها هجعوا بالدكتورة. انما ايه? الاهل. في اوقات كتيرة موته ده كاترة موته العيان يا ده كاترة يا اولاد الكلب. we cannot overlook financial burden يا اخوان احنا في مصيبة. احنا اوقات تكلفة الاي سي يو او الان اي سي يو في يوم واحد مرتب شهد للعب وتأكد ان دي experience مش. ارجوك ما تبقاش هذا الرجل اللي تهاجم زميلك مهما كنت شاير. تمام? ما تقارن ليش بين دول ودول. احنا ازاي دول. احنا مختلفين. بس الparents needs sympathy and empathy. هما ممكن تقولها له بطريقة تانية. مش عاشة في المية هيموت. تسعين في المية هيقين. تمام? يعني مش لازم توبس لازم يبقى فاهب. there is a risk. لحد ما يحصل الكلام ده. اه هنفضل في مشكلة. وحنفضل يتم الاعتداء علينا. اخيرا هي مش مسألة انه شعب مش متربي. يعني كده يبقى تصطيح للامور. هو شعب مش متربي طبعا. بس يعني بقول المشكلة مش انه مش متربي وخلاصه تصطيح الامور. عمرك ما هتحس باحساس عب جاي ببنته بتتخنق من status asmaticus. او severe asthma exacerbations. وانت واقف وحاطت ايدك في جيبك وبتقول له ما عنديش مكان. ده احساس فظيء. ربنا يعني ما يحكمه على حد. الميديكال سورفز بالذات الاميرجنسي should improve. it's not an option. عشان ما ينفعش واحد ما يدخلش عشان ما فيش فلوس. ما ينفعش. دي اه جريمة. وارجوكم التواضع شوية. لان جزء من المشاكل ايدك اللي بجيبك وانت عايش في جور ان انت ايه اللي هتحل كل حاجة. طبعا كلنا عارفين هذا الفتى. جورج كلوني موليد واحد وستين عمل one five day. اللي هي ساتة وتسعين. اه. الحقيقة هو كان والامر نيشيل الفايفر play the role of single parents. فكان شايف اطفال وعمل ال ER وكان فيها بيلعب دور pediatrician. تمام. طيب. جورج كلوني اللي after doing one fun for a fine day and playing the role of pediatrician. On ER. I will never have kids. I'm going to do vasectomy. وانا بقولوا ما لو شافي النوعية بقى بتاعتنا. ده هيشنق نفسه. اخيرا ما اقولها تسمعها كتير قوي ان الطب مهنة سامية. كلمة حقه اريد بها باطل. هي دي سامية. اوعى تنسى. اوعى تصدق ان الطب مهنة سامية. سامية دي في حتة تانية. Thank you very much. واسف عالتطويل. اسف.